بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا بشيوة جديدة مشيوة ام شمس كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال و بسمام الصحة والعافية يوم ان شاء الله هنقدر حاليكم كوكيز طريقة اللي بسيطة جدا كيجي رائع في المضاق و كذلك في الشكل ديالو كوكيز اللي كيحمقوا عليها كالوليدات ياخدوا معاهم من المدرسة فاحسن مليون مرة من اللي كناخدوا من على برة انا اعطي لكم دائما بجميع الاسرار ديالو كيف ما كتشوفو كيجي صراحة غزال مقرمش الشكل ديالو غزال و بنين بلا قياس وصراحة اللي اشوفو الوليدات اكيد ان شاء الله ما غديش يخليوه لكم طريقة جيد سهلة و مقادر بسيطة فقط تبقوا معي الاخرى الفيديو باش تشوفو جميع التفاصيل دائما الى عجبتكم الفيديو و ما تبخلوش عليها بتعليقكم تشجاعتكم لايكاتكم الفيديو باش دائما كتشجعوني في نزيلة الفيديو هاتي جيدة و مشو مباشرة للمكونات طريقة تحداها فاغنحتاجوا في المكونات 125 جرام من زبدة تكون طرية زوج حبات ديال البيض 60 جرام من زيت نباتي يعني فيتة شوية من ربع كاس كاس ديال السكر انا استعملتنا سكر الاشقر او للبوني معلقة كبيرة من حليب بودرة معلقة كبيرة من اللوز من طحون بالقشرة ديالو معلقة صغيرة من الكاكاو الحلو وعندي فانيلا وكذلك خاملة حلويات وعندي مليحة والطاحين طبيعة الحل هدوما المكونات بنسبة للطريقة وكل حاجة غنقول لكم الباديل ديالها فبالنسبة للزبدة نستعملت جوز انواع ديالزبدة 125 جرام خلطة ما بين زبدة حيوانية وعندي زبدة ديال التوريق ممكن تستعملوا اي نوع كتفضلو وممكن تستعملوا نوع واحد ماشي اشكال كنضيفوا عليها السكر البني اللي ممكن انكم تستعملوا غي سكر سنيدة عادي ابيض وكنضيفوا القبيصة ديال الملحة مع الفانيلا وكذلك المعلقة الكبيرة ديال اللوز من طحون بالقشرة ديالو بالنسبة اللوز من طحون هنا فكتعوضوه باي مكسرة بغيتو ممكن تستعملوا كوكاو ممكن تستعملوا حتى الشوفان الى كان متوفر عندكم حتى هو كيجي الديد يعني اللي بغيتوها كتنسمو بي هاد الكوكيز فانا انا عطتكم الوصفة ان شاء الله وانتوما يعني كتفنيني فيها كيف بغيتي الى ما كانش متوفر كتستغني على هاد المعلقة ديال اللوز المطحون كيف ما قلت لكم هنا بعد ما كان خلطوه شوية ديك الزبدة مع السكر مع العناصر اللولا كان نضيفه الزيت ديك ستين جرام ديال زيت النباتي كان خلطها كمزيان مع ديك الزبدة ويعني فاشا تكون الزبدة بحرارة الغرفة رضغية العناصر عندك كتخلط كما كتلاحظو معايا فكان خلط غيب يدي وكيانين العناصر كلهاي كتنساجم بسرعة هناك ابدا نضيف البيض عندي زوج حبات من البيض كوش نعاسق العناصر حفوة نراهم بحرارة الغرفة كنضيفهم على هاد الشكل وكنخلط كذلك باش ديك سانيدة خصا اكيد انها الدوب او لدك سكر البوني انا كما قلت لكم انا استعملت سكر البوني اللي انا وكم توفر عندي انا ما كانش نتوفر كنركز عليها انا وكم ممكن استعمله السكر العادي كنضيف ديك معلقة كبيرة من الحليب بودر وكنضيف معلقة صغيرة من داك الكاكا والحلو الكاكا والعادي اللي كان عملو اللوليدات مع الحليب هنا هاد الهدف من ديك معلقة صغيرة دي الكاكا والحلو هي اللي كتعطيني ديك داك الشكل او داك اللولي كتشوفو معايا في الكوكيز بزاف منكم يعني ما كيشوفش لا فيديو كامل وكتسولوني يعني كيفاش كان يجي هاداك اللون فاللون هو هادا هديك المعلقة صغيرة كنعملها ها كار حدايا وقد نضيف لها بشوية بشوية حتى كان نحصل على هاد اللون هادا راه ماشي يعني حتى لستعملتي السكر ساني دا را هتحصليني نفس اللون يعني لما كانش نتوفر كما قلت لكم السكر اللي بوني يعني اللي سير فيها هو هاد الكاكا والحلو العادي هنا مبعد ما كان نخلط هاد العناصر كما شفتوا معايا كان نضيف الطاحين مع خميرة الحلويات هنا استعملت خميرة حلويات من فئة 8 كرام وكان بقى نخلط على هاد الشكل فقط كان نركز في الاول اننا داك ساني داك تكون دابت وتخلطت مع العناصر مبعد هنا كان نضيف الطاحين بلا ما كان دلك بزاف غيرها كاب شوي شوي مع ديك الخميرة دي الحلوة او لا مع القصغيرة دي خميرة الحلوة وكان بقى هاكا كحتى كتبالية العجينة وبقى شكتل الصقلية في اليد تماما يعني نفس طريقة تحديث الصابلي كي نقول لكم دائما غيك العجين ما كيبقاش يصقلية في اليد كان حبسه الطاحين بالنسبة لكمية الطاحين اللي كان نحتاج هنا را يعني كان نحتاجه 460 جرام ديك الطاحين ابيض ممتاز يعني خاص بالحلويات ودائما يعني كان حطوا 500 جرام حدانا وكان بقى نضيف غير بشوي 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 وكان نشوفو يعني على حساب يعني البيض يعني الحباتي تيالو واش كبار ولا صغار كذلك نوعية الزبدة واش يعني حاجة لي كتكون هاكا مزيتة او لا لا يعني 400 يعني كما قلت لكم 500 جرام وكتشوفو على حساب كيف قلت لكم في الفيديو نفي اخر مرحلة كنضيفو البيبيت شوكولات يعني ديك حبيبات الشوكولات شوكولاتة كتكون باردة يعني كنكون عاملها في المجميد قبل ما نبدأ الوصفة فاش كنضيفها هاكا في اخر العملية باش ما كيدوبوش انا نستعملت غير بادير شوكولاتة هاكا يعني كاين كيتبعو هاكا لبيبيت ديالو ولم توفر عندكم شوكولات يعني اسود غيش فممكن انكم احتوى تقطعو كي يجيل مدق ديالو بارز اكتر واحسن اه فا هكنا ناخد العجين كي ما اشتو معي قسمتو على اثنين وعملتو ما بينجوش بلاستيكات وحاولت انا ينورقو هاكا بالمتلك وكناخدو طابعة على هاد الشكل يعني القياس كيبقى على حساب الرغبة انا هنا اه عملت هاكا الكوكيز كبير يعني ديال المدراسة كتاخد هاكا حبة وحدة وهاكا كيبقى صراحة زوين والشكل ديالو حاجة لي كتكون هاكا مختلفة على حاجة الضالة صغيرة وهاكا فكيبغيوها الوليدات من بعد ما كان طبع على هاد الشكل هادا كنحاول اني ناخدوهم ونحطهم صفيحات الفرن هنا بالنسبة لهاد الكوكيز فغير ققوه شوية فاش تكونو كت هكا كتورقوه لانا هو في الخميرة هاكي يتنفخ في الفران فما تعملوش الحبات غلاضين راكي يزيدو يتنفخو في الفران انا راكي ماشتو معي راني ورقتو مزيان ومن الاحسن هاكي لكان الصهد فانا صوبته هناك شوية الجو سخون داك النهر فمن الاحسن يعني العجنة ديالكم تالية خليوها في تلاجة على ما تساليو اللولانيال ان داك الشوكولات دغيه كيدو وخاصة هاد بادي الشوكولات ترع دغيه دغيه كيدو هناك البقاء كبستامرة كان اخدوك التوائر ديال الكوكيز ديالنا كان ستفون في الصفحة ديال الفرن كان راكي نكون سخنا من قبل اكيد كان يسخن جيدا كان حط الحلوة ديالي او الكوكيز في الفقاني يعني بعيد على العافية وكان نقص العافية مزيان باش كي تقرمش وكما تيتحرقش مني كي يبالي العجنة ديال الكوكيز يلي انشفاد تحمرها شي شوية من تحت سافي كنعود نحمرها من الفق وكان نخليه برد وبصحة وراحة كما غتشوفه معايا فما تزربوش عليه في الطيب ديالو ما تقولوش زع ما راها اه راه واضغيا كي طيب وخل حاجم ديالو كبير لاننا نرققناه وما تزربوش عليه في الطيب يعني ما تجاديش عليه النار يتخطف ويبقى هكا كعجينة يعني ما يجيش لديد هنا العجنة اللي كانت بقاها كمنين اللي كان ورقها كان نضيف عليها العجنة الخران وبشيتي كلكم خليوه في التلاجة وكان عاود نورق ما بينجوش بلاستيكتها كما كانتحتاج زي كميا الخرين وكي يجيكو الكوكيز بحل يولاني بحل خراني صوف هنا كان عاود نورق بحل هاتي شكل هادا كما كتشوفو معايا حاودنا ورقوه مزيان وكان الضمر كانت طبع الكوكيز ديالنا وكذلك كنسدفو في صافحة دي الفرن ونفس الطريق باش يجينا هادك الكوكيز فيه دك الشكل اللي كان ناخده من على برة فما استعملتش كيمية شكلات كتيرة يعني لبي بيت شوكولات ما عملته مش بزر في العجينة الداخل ولكن خليت باش انني هكا نزوقه من على برة كما غتشوفه معي بعد ما طبعتك على الكوكيز دينا كان اخدوك الحبيبات الشكلات وكنحاول انني نعمل هكا من الفق شوية هكا ونحاول نضغط عليهم باش يشدو كما كتشوفوا معي وكنستمر حتى كنزوق عذاك الكوكيز كامل إلا ما بغيتوش انكم هكا تبقوا مستمرين بحبة بحبة فهاد العملية ممكن تعطيوها غير وليدات صغارة كيعجبوهم هاد يعجبوهم هاد يعني هاد الشكل دي اللي عوين يعجبوهم تيجيوهم شي كي يزوقو بي وشي كي يأكلوه يعني كي يجبوهم هاد النوع هذا سفي لما بغيتوش هكا تزوقوه بيديكم ممكن انكم تزوقو العجينة كاملة يعني ترميو فوقو من هاداك الكوكيز كي كنت عملت معاكم ترميو فوقو من هاداك الشوكولة وعاديك ساعة طبعوه انا فضلت اني هكا نزوقو من الفوق وكي ما قلت لكم بعد ما غني كملو هادا بها الفران دي انه يكون سخون مزيان كندخلو الفران وكنبعدوه على النار يعني خاصة طيلا كالفران تيدخن بزاف فبعدوه بزاف على النار هنا ها ديا الكيمياء اللي خرج ليه كما كنت لاحظو معايا فغادي دابندخلوه من نفس الطريقة اللي اذكرت لكم في الفيديو بعد ما يطيبو ان شاء الله كنت تحصلو على هاد النتيجة هدي صراحة نتيجة اللي رائعة بزاف خليه شوية يدفعه تزوله من صفحة الفرن يعني باش ميتهرس لانه كيجي شيش بزف فرا صراحة كيجي لديد بلا قياس فدائما كانت سلنا التجارب ديالكم اللي بغا ترداني هكا ترسل لي الصور ديال التجربة ديالها مع هاد الكوكيز مرحبا بكم في الانستغرام دائما كانحط لكم رابط دياله تحت الفيديو وكذلك في رابط ديال مجموعتنا في الفيسبوك فدائما كانشكركم على حسن المتابعة له ليخطيكم شكرا على تجاعتكم شكرا على تعليقكم ما بقى لينا نقول لكم كانت معكم أم شمس وما توفيق يا إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب